الخاص بدي سي لاحيجي معنا للعبة فورتنايت ولاحيكون الى بطولة اللي حتقدر تحصل هادا اللي بشكل مجاني ولاحقلق اين تقادم هادا اللي سكن للايتم شوب ولازم شغلة تعرفة مهمة جدا عن سكننات دي سي اللي قادمنا على لعبة فورتنايت خلال هالفترة. فلا تنسى تكمل مقطع الاخر لحتى تعرف اين توقيت البطولة وكيف تشارك فيها وقدام بالايتم شوب دي ما تسعى بتشكركم عاد دعم فيه ويلا مع بعض فهلا والله بسكن الطابة الارضية وفيديو جديد. طبعا بعتزر عن السحبة ولكن ان شاء الله نحن نرجع على التنزيل اليومي وحابب اتشكر كل الشخص سعلي علي وسأل انا وين وما عدت نزلت وليش وشو السبب. طبعا اللي احن نحكي هذا الموضوع ان شاء الله بمقطع تاني اللي احكي لكم عنه. ولكن مبدأيا خلينا نحكي عن سكن دي ستروك اللي قادمنا على لعبة فورتنايت وشو اللي حتقدر تشارك بالنسبة للبطولة وتحصل بشكل مجاني. فخلينا مع بعض ننتقل لموقع ايبك جيمز ونشوف شو مكتوب. هلا اول مكتوب شي بموقع ايبك جيمز عن هاي البطولة انه مكتوب ابتداء من واحد يونو يعني الشهر القادم الفين واحد وعشرين لح يحصل اللي سكن او لح يصل يعني اللي سكن. هدا اللي سكن يا شباب تبع دي ستروك لحيجي معنا على يعني لحيجي يوم واحد يويو ان شاء الله عالاتمشوم. فهي اول شغلة اللي احنا عرفناها انه اللي سكن لو ما قدرت تشارك بالبطولة يتحصل بشكل مجاني. حابب تشري اللي سكن لحيجي عالاتمشوم. ومكتوب يمكن اللاعبين استخدام سيوف الكتانس المميزة كزينة ظهر وكبيكاكس. طبعا مبدئيا انا هي الصورة اللي قدرت جيبها عن البيكاكس. لحيكون ان شاء الله موجود معنا مثل السكنات اللي منعرفها لحنا بيكون الى بيكاكس. تنحط على الظهر وبتمسك بالايد بنفس الوقت. طبعا بالنسبة للكتانس بتشبه تبعات ديد بول اللي تزاهرين امامك. وبالنسبة للطائرة الشراعية او اللي قليدر يعني متل ما بيقولوا عليها. يعني زهرة امامكم هي يا شباب اللي قليدر لح تقدر تحصلها خلال انك انت تشتري اربع صور او اربع اعداد كوميكس بوك. ومتل ما بتعرفوا كل اياتكم شركة متعاونة مع ديسي بالكوميكس بوك. فحتى تقدر تحصل هي اللي قليدر لح تقدر تشتري اربع لحتى تقدر تحصل هي اللي قليدر. طبعا بالنسبة لموضوع هي اللي قليدر لو انت ما لك حابب تشتري الديسي الكوميكس تبعات الشركة بشكل عام. كلاك ان كنت تستنى لما ينزدوا على الايتم شوب. فلح ينزل اللي قليدر والبيكاكس والسكن والباكب لينج يعني لحينزل كل شي بالنسبة لهذا الاسكن يوم واحد يونيو. فانت طبعا لو حابب تحصل هي اللي قليدر لا ضروري انك انت تشتري كوميكس بوك تبع ديسي بتقدر تجيبها من عن طريق الايتم شوب. طيب هلا بقى خليم مع بعض ننزل لتحت بالنسبة لكأس دي ستروك زيرو سبعة وعشرين مايو. بالنسبة يا شباب ليوم سبعة وعشرين مايو اللي هو لح يكون معنا بهذا الشهر يعني سبعة وعشرين خمسة الفين واحد وعشرين لح يكون معنا هاي البطولة اللي ظاهر امامكم اللي حتكون على ولح تكون على تبعه. طيب بالنسبة لهاي البطولة يا شباب شو رح نقدر نحصل فيها وشو المود. بالنسبة للمود اللي حتكون فردية متل مظاهر امامك ياخدوها اللاعبون بمفردهم يعني لح تكون المود سولو وراح يكون انه يمكن للعبين يلعب وما يصل الى عشر مباريات بثلاث ساعة. بالنسبة لوقت البطولة متل مظاهر امامك هدو هي ووقت البطولة بالنسبة لسيرفر الشرق الاوسط وبالنسبة لسيرفر الاوروبي هدول هن اللي حترك لك ياهون وتشوف الوقت بالتحديد وارجا لكم. هيك متل ما شفتوا بالنسبة للمود لح يكون سولو والجائزة لح تكون مع الكتانس وبالنسبة طبعا للسبري. حاليا مع بعض نكبر الصورة ونشوف السبري هادي اللي ع اليمين. هال السبري يا شباب بتحصله خلال انك انت فقط تجيب تمن نقاط. طبعا تمن نقاط كتير سهل انك انت تجيبهم هلا لح نحكي عن نزام النقاط ولا هتحصل اللي اللي زاهر امامك مشرط انك انت تحصل مسلا. مجرد ما تجيب او او اتمن نقاط لح تحصل السبري. هيك بقى من كل احنا شفنا كل شي عن معلومات البطولة وكل شي لازم تعرفه عن البطولة. طيب هلا مع بعض خلال ننتقل على القواعد تبعات ونشوف شو القواعد اللي هي لح تكون مقدمة بالنسبة لهاي البطولة. لح ننزل لتحت هيك مع بعض وبالنسبة اول شي للنقاط اول شي انك انت كل ما تجيب قتلة لح تاخد نقطة واحدة. مجرد ما انك انت تجيب النقاط مسلا من خمسة وسبعين لحتى اتنين وخمسين تقريبا اللي هتاخد نقطة واحدة. لو حتى تجيب الواحد اربعين للخمسة اللي هتجيب نقطين. يعني كلا لك انك انت لو حابب تجيب السبري كمبر شوي وبتدر جيب السبري. وهي طبعا كل النقاط اللي ظهر امامك انك انت بتجيب تلاتين نقطة والمرتز التاني والتالت من اتنين وعشرين لخمسة وعشرين. فهيك طبعا اللي احنا عرفنا كيف لح نجيب السبري ولو محتاج شي كتب لي تحت بالتعليقات. وبالنسبة هلأ للجوائز تبع كأس زيرو يا شباب. اول شي خلينا نفوت عالسيرفر الاوروبي. بالنسبة للسيرفر الاوروبي لازم تجيب من التوب الاول عالجيم لحتى توب اربع تالاف وخمسمية بالنقاط. يعني طبعا ما بعرف قديش لازم يكون من توب قديش لقديش. غير اللي تطلع النتيجة وبنلعب بالنسبة للبطولة. متل ما قدنا من المركز الاول لمركز اربع تالاف وخمسمية على البطولة بشكل عام كلها تاع السيرفر. لح ياخد الزيت تجميلي داخل اللعبة. وزينة الظهر. والفقس اللي هنا الكتانس. وليح تخاخد طبعا السبري خلال ما انك انت تجيب تمنعه. طبعا السيرفرات كلها تظاهرة امامك. وسيرفر اللي بعده اللي هو لح يكون سيرفر الشرق الاوسط او المدل اس لازم يجيب من المركز الاول لمركز خمسمية على السيرفر لما تنتهي البطولة لحتى تقدر تحصل ولحتحصل الزينة الظهر والفقس والكتانس يعني والسبري اللي متل ما حكينا. هاي بننسبة للبطولة للسيرفر الاوربي ولسيرفر المدل اس. ولو محتاج اي شي بديك تتبقى تحت بالتعليقات. وطبعا ما ننسى لحنا الموضوع اللي هو بيطلب منك او المصداقية السنائية وبيطلب منك انك الاكاونت تبعك يكون فوق تلاتين ولازم يكون امرك فوق اربع عشر سنة. هيك حكيت الشركة وهيك متل ممكتوب. طبعا هدول المواضيع كلاتها بنعرفها بكل البطولات هدول ثلاث اشياء اللي ذكرتهم اخر شي. ممكن يعني الناس تعرفها ممكن الناس ما تعرفها ولكن هذا شي تعودنا عليك. لو محتاج اي شي برجع وبقال لك اكتب لي تحت بالتعليقات. وازا بديك تحاكيني على الدسكورت موجود الرابط تحت بالوصف. بتنورني على الدسكورت وحاكيني انا ان شاء الله دايما بكون فاتح. ورجعنا ان شاء الله لموضوع انه التنزيل اليومي لاح يكون معنا. وبتشكركم جدا على كل شخص سأل علي لاني انا فعليا كنت مسافر. وعن نقول عم حضر ان شاء الله لشي جديد. فكود دعم بالاتم شو بني متسع لزار امامكم. بتشكركم عد دعم فيه وبرعاية الله.